شكراً أخي على الاستضافة الكريمة الطيبة شكراً لك على تلبية الدعوة سي جميل بن عبد السلام إذن أبدأ معك سي جميل ساعات فقط عن الصمت الانتخابي بعد ما صلت وجلت في ولايات الوطن والمرافعة طبعاً من أجل برنامجكم الانتخابي تقديم المترشحين عن قائمتكم الترشحية ما هو تقييمكم في آخر ساعات فقط عن انتهاء الحملة الانتخابية شكراً أولاً أحييكم من جديد على هذه الاستضافة الكريمة وأشكركم على ذلك بالنسبة لشيء اللي شمعناه أولاً فيه هبة شعبية الشعب الجزائري في مختلف ربوع الوطن حاب يعرف إنه كما تعلم فيه تضارب إعلامي وجدل إعلامي وفيه حملة شرسة ضد تشريعيات نعم والهدف الأول لنا جميعاً هو أن نقنع الناس بالخيار خيار الانتخابات كحل لمشاكل البلاد وهذا الأمر الحمد لله رفعنا من أجله ثم رفعنا من أجل برامجنا ومترشحنا أنا جده خلي نقول متفائل بمستوى التفاعل الشعبي مع الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب والمنظمات والقوائم الحرة ثانياً نرجو أن يسود أيضاً وعي وطني عند الجميع في حسن اختيار إن شاء الله المترشحين حتى نصل إلى برلمان تمثيل نابع من الإرادة الشعبية وله من الكفاءات وله من الفعالية ما يجعل هذه المؤسسة تقوم بدورها وخصوصاً نحن الآن في إطار بناء الجزائر الجديدة نحتاج إلى إعادة النظر في ترسانة المنظومة القانونية والشريعية تقريباً برمتها لأن القوانين السابقة كانت ظالمة ومجحفة وخيطت على مقاس مجموعة المصالح اليوم إن شاء الله يكون عندنا برلمان يضع القوانين لمصلحة الواطن والمواطنين إن شاء الله بحول الله طبعاً نتحدث عن ساعة قبل الصمت الانتخابي شفنا ربما خلال العمليات الانتخابية السابقة ربما أحياناً يحدث هناك تجاوز في بعض الخروقات لعمليات الصمت الانتخابي شوفوا بعض الأحزاب كانت أو ربما قوائم من اللي تستمر في حملات الانتخابية سواء من خلال الظهور سواء من خلال تعليق المنصقات لغير ذلك هل ستلتزمون أنتم كحزب بعد منتصف الليل بالصمت الانتخابي؟ والله ربما مراسليكم تابعوا حملتنا الانتخابية ونقلوا لكم صورة نحن حزب لم نجتم أحد إلا من يتربس شراً بالجزائر وقمنا برد مفحم ومقنع وفاضح لهؤلاء أما باقي القوائم المنافسين فنحن ننظر إليهم أنهم إخواننا نتنافس من أجل بناء الجزائر ولم تصدر منا كلمة واحدة تمس أي قائمة أو أي حزب سياسي أما بالنسبة للتجاوزات فهذه التجاوزات قد بدأتها الأحزاب اللي معتادة واللي ألفت يعني آلفت هذه الممارسات أنا قبل أن أدخل الآن إلى الأستوديو عندك كلمني أحد مترشحين في بلدية سحولة جاه رئيس بلدية سحولة شخصياً قال له ممنوع تلصك في طابل والآن نحن في طهر تحضير مراسلة رسمية للسلطة المستقلة على هذا التهديد الذي طال مترشحنا هل هناك خروقات أخرى ربما لحظتموها أنتم طيلت هذه الأيام في الحملة الانتخابية؟ أنا قد خروقات في الإلصاق عن الملصاقات يعني أولا فيه ظلم تعدي على الحيز المخصص لكل القوائم هذا يعني خلي نسمي مرشح جبهة التحرير الوطني في كثير من الولايات تخترقوا هذا الأمر والأمور مسجلة عندنا وصورناها ثانيا فيه ربما في بعض القاعات يعني من خلال ما سمعنا ناس يروح يشوشوا على ناس واحد أخرين لكن نحن في هذا المجال لم نتعرض والأولي نصف كلمة تعسوء من أي مواطن على المستوى الوطني يعني كان عندكم حظ لا أحنا لا الحمد لله مصداقيتنا وصورتنا سبقتنا في الحمد لله ما وجدنا من الجميع إلا الترحيب والإحترام حتى من خلفنا في اختياراتهم يجي يقول كنتم بارك الله فيكم وخطابك ومواقفكم معلومة ومعروفة ولذا يعني طلت هذه المدة لم نتلقى نقطة كلمة سوء واحدة في كل التجمعات التي نشتنا جميل سيد جمال بن عبد السلام يعني الحلالة الانتخابية تسدل الستار واحدة تحدثت الآن على قضية الخطاب السياسي كيف تقيم الخطاب السياسي على العموم منذ بداية الحملة إلى تقريبا ساعات فقط قبل صمت الانتخابي شفنا بعض التصريحات ربما كانت عندها صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي كيف ترى ذلك؟ هو أن كما نقوله بالمثل الشعبي تعني كل شيء تتعلق من كراها ما لاحظناه أن الخطاب لا يمكن أن نضعه في نفس لا نسود كل الخطاب ولا نبيض كل الخطاب ظهر فيه من التهريج اللي دار الكلون اللي قاعد يدير فيه تصريحات يعني آثرت كما تفضلت سخرية وفي بعض الأحيان سخرية المجتمع الجزائري وفي بعض الأحيان احتقان وغضب لأن بعض التصريحات أو بعض الخطابات خدشت الحياة خدشت الأداب العامة مست بمقوماتنا وأدابنا الدينية والاجتماعية وثقافتنا لكن أيضا بالمقابل فيه خطاب راقي بأسلوب محترم وأعتقد أننا من الأوائل في تقديم هذا الخطاب الراقي وتقديم التحليل والتشخيص واقعي محتوى موضوعي طبعا مضمونا وأداء وأسلوبا لأنني أنا أعرف أنني كلما أكون في التلفزة وأنا جالس معك الآن أنا داخل بيوت الجزائريين والجزائريات وأنا جزائري وابن هذا الوطن أسعى لأن أحافظ على قيم هذا المجتمع وعلى قيم الأسر الجزائريين دخل الناس لدارهم ما نزل بشي تخسرهم لكن للأس الشديد حدثت بعض التجاوزات من بعض الرؤساء أنت تحدثت سي جمال تحدثت على التجاوزات تحدثت على كما قلت بعض الخطاب التهريجي اللي فيه خلون كما قلت أنا ترى بأنها نفس الممارسات اللي كانت تحدث خلال النظام السابق خلال السنوات الفارقة شوفنا نفس بعض الحزاب اللي خليني نقول ربما تطلق مصطلحات وتطلق جمال اللي فيها التهريج اللي فيها نفس اللقاط هل هذا برأيك يعتبر إفلاس سياسي في الخطاب السياسي؟ ما زالت تعاني منه بعض الحزاب؟ ونحن ننظر إلى إلى نصف الكأس المملوء الآن نحن في مخاض في مخاض وفي تجاذبات سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى النخبة أو على مستوى السلطة وحتى عندكم في الإعلام فيه تجاذبات بين من يشتاقون ويتوقون إلى المحافظة على الوضع القائم وفيه من يريدون التوجه بالجزائر إلى بناء الجزائر الجديدة نقول جزائر جديدة خطاب جديد دولة قانون حريات قيم اجتماعية وثقافية وقتصادية وسياسية جديدة إلى غير ذلك نذهب إلى حالة البناء وصناعة الأمل وصناعة الثقة والانطلاق إلى بناء هذه الدولة وإعادة اللحمة والتماسك لهذا المجتمع والوصول إلى قيم المواطنة أيضاً يعني الكرامة لكل الجزائرين والجزائريات في الحقيقة دعني نتكلم عن الإيجابي ألاف الشباب الأحلى ألاف الشباب وكلهم ماستير دكتوران لسانس شابات وشباب كلهم حيوية اقتحموا الساحة السياسية يحتاجون الآن أنا أفكر في الجانب الإيجابي نفكر في كيفية تأطير هؤلاء ونقل الخبرة إليهم وحسن التأطير ويستفادوا من تجاربنا الماضية على مستوى ممارسة العمل السياسي ولا أداء العمل الإنتخابي فنحن إن شاء الله مقبلون على قلب الصفحة تبقى بطبيعة الحال لكن من رأى سي جمال بن عبد السلام رأى بأن مثلاً هؤلاء الشباب من من ترشحوا الانتخابات التشريعية بأنهم أو من وصفهم بالمراهقين السياسيين ما تعليقك؟ يا أخي هذو أولادنا هذا أخي هذو أولادنا أنا الآن بدأت العمل السياسي وسني 17 سنة وأنا تلميذ التنوية ارتكبت الكثير من المراهقات والأخطاء لكن مع السن مع المطالعة مع المثاقفة مع المجالسة السياسية الكبار كذلك الإنسان كما يكبر يعني كما يقوله يتوازن ويمتلك الخبرة ويمتلك الحنكة ويمتلك الحكمة وهذا يعني إذا كان فيه تجاوزات أو مثلا حماس من طرف هؤلاء الشباب أنا أحمل جيلي المسؤولية ولا أحمل هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب الحمد لله من اللي كانوا يحكيوا على نايمار ويحكيوا على رونالدو ويحكيوا على ميسي في حياتهم الآن عادوا للاهتمام بالشأن العام قوة الجزائر الضاربة عادت لتحمل مسؤوليتها فعلينا جميعا نحن الكبار أن نتوجه إلى هؤلاء بالعناية بالمتابعة بالتوجيه بالترشيد بنقل الخبرة إليه وبعد ثلاث سنوات أربع سنوات يكونوا إن شاء الله هم رجال ونساء الجزائر وقيادة الجزائر وهذا واجبنا يعني وهذا واجبنا أن البلاكس حاس بمسؤولية كبيرة أو حتى في الخارجات دائما نقول للشباب هذا خذوا منا تجربتنا حتى لا تقعوا في نفس الأخطاء خذوا منا المعلومات ربما لفتكوا في السنوات لأنه لا يمكن أن تؤسس لرؤية سياسية استشرافية مستقبلية دون تشخيص الواقع ودون معرفة تاريخ تاكل ماضي تاكل من تكون من أين انطلقت إلى غير ذلك فهي ظاهرة إن شاء الله إيجابية ظاهرة صحية ظاهرة صحية والمسؤولية الكبرى تقع علينا نحن في ترشيدها وتصويبها باش إن شاء الله الشباب يتعملوا مسؤولية جميل سيد جمال بن عبدالسلام ربما طيلة الحملة الانتخابية واليوم يعني الحملة الانتخابية يعني تشرف على إزدال ستارها دخول في الصمت الانتخابي كما قلنا برأيك ماذا عن ظاهرة العزوف ظاهرة العزوف في بعض المناطق خلينا نقوله مناطق التقليدية لتشهد العزوف فيها شفنا كثير ربما من من الأحزاب خلينا نقوله خلال خراجاتهم فشلت في حتى ملء قاعات للحملة الانتخابية ما هي قراءتك هل استطاعت جبهة الجزيرة الجديدة خلال الحملة الانتخابية خلينا نقوله على الأقل أنها تضمن أصوات في مناطق العزوف التقليدية بالنسبة للانتخابات هو لأن ربما القاعات غير المملؤة لها إذن مبرر صحي لأن السلطة الوطنية المستقلة قامت بإجراءات إذا كانت تلقاعة فيها خمسمية لازم تجيب مئتين وخمسين إلى غير ذلك في إجراءات رغم أن الدقة في تنفيذها ما هوش بالبساطة ما هوش سهل ولكن هذا العمل أيضا خلال أمور تنقص ثانيا بالنسبة لجبهة الجزيرة الجديدة نحن الحزب الوحيد الذي استطاع أن يدخل منطقة القفائل ويقدم خطابا وطنيا ويستقبل بالأحضان في تيزيوزو في شمال سطيف في بومرداس وفي غيرها من مناطقنا التي وصفتها بالعزوف التقليدي ظاهرة العزوف ليست وليدة لحظة واحدة ولا سنة واحدة تركمات عندنا تركمات ولها أسبابها ولا يمكن أن نعالجها في استحقاق سياسي واحد ما رأيته أن فيه مؤشرات للعودة إلى الشأن العام وشأن سياسي من طرف كما قلت لك شبابنا وأبنائنا لكن العملية تحتاج إلى عربون بناء ثقة أن نقدم القدوة أن نعيد بما نستطيع أن ننفذه وأن السلطة عندها أيضا واجب وأننا كأحزاب سياسية واجب وأنتم كأعلمين عندكم واجب في أن نقتحم أسوار هذه المغلقة باليأس والقنوط ونحطمها ونحرر النفوس ونعطي بصيص الأمل اللي يكبر ويخلي الشعب الجزائري يعود يولي الاهتمام بالشعب بشأن العام لكن ما أرى أن فيه مؤشرات تحققت بالنسبة لجملة الجزائر الجديدة أنا قلت لك يعني دخلنا لمناطق لم يستطع بعض الناس أن يدخلوها لكننا استقبلنا كما قلت وفي قاعة ممتلئة يعني ضيف إلى ذلك وتسمح لي من خلال قناة النهار أن أوجه ندا إلى أبناء منطقة القبائل وأنا أن حادر بالغلبزيحية أن يكون مشكلة نعم سنيني غاية مثل نجربطس إي بردان شفام دي مقرن سواصنة تروان شفاد دي الكاتربان شفاد دي دوميل آن نشفاد دي وين إضرانو كلي أبريذ نلعون فوغي السوفوغرا أبريذ نوخارنسكو الجير أوغي السوفوغرا برسك شحالي بردان إيث بويكوت شحالي بردان يدخل ممنون باشمون في رزيم في الباضي ولكن أخصو فغانا ري بردان إيث جان سامنات لقبائل السجي نسعن نسعن نتوخار وطنس وين يعننا نهمون دمسان أنتمتي إذ لاوان أموى أن ينيد لديموكرا تكن قار وين يفغان إيلا أن أنت ويس فوتي ورن شغليس دي زرفين دي زرفيس وين إيفغانا دي فوتي جثت دي فوتي ومبعد إيوكنا نفنو لديموكرا ذي ثمنات لقبائل يتمن إنسلات ديموكرا وليسنين عدان نسفق نتبني باللي نكون لديموكرا السجي وإلى قراء نروح غوين وإلى قراء أنا رسطي بباظين أنا غس نتنصر غن غن أنا نروح أنا نغ جار نغ وان ووض غوين غوين نديري وإفكث أزرف إيو إيو إيفغانا سفراني نجي أكن سوالي تقدر تدي سوفغن لتزاير سل الباطناج سعنت ذا سوريف وتقرار نوثنتي كلي ولكن ذا سوريف إيسوازالي سلقين إكزمر نغ ديف كسيرم فإيجي وإلى قراء أن نغ سيرم واثنزلو ذي ثمور لقبائل يعني نفهم من كلامك أنه طبعا سي جمال بن عبد السلام في الأخير يعني وجه النداء لمطقة القبائل بأنه يبتعدوا بعض أو يبتعدوا عن ربما ظاهرة العنف اللي سجلناها في بعض المواعد الانتخابية وأيضا يعني حرية التصويت يعني حرية الاختيار اللي حبي يصوت يصوت اللي محبش يصوت يخلي الأمور آمنة جدا يعني أولا قلت لهم جربنا الخيارين خيار العنف في الجزيرة جربنا منجعش جلب علينا الدمار الآرامي الأيتام الخسائر التفكك الشبكة الاجتماعية في دار وحدها نتقاتله هذا الأمر جربنا 62 وفي عدة محطات وفي العشرية السوداء يعني مأساة منها مأساة وطن إذن خيار العنف لا يحل المشكلة خيار العزوف لا يحل المشكلة وخيار منع الانتخابات لا يحل المشكلة الخيار الأسلم أننا نكون ديمقراطيين من أراد أن لا ينتخب فله ذلك من أراد أن يقوم بحملة ضد الانتخابات فهو من حقه لكن ليس من حق هؤلاء أن يمنعوا من يريد أن يشارك في الانتخابات أن يتركوا للناس الحق يعني نحترم بعضنا كمواطنين نعم ما هوش من المعقول إن جينا اليوم نقول النظام السياسي دولة والحكومة والسلطرة هي ديكتاتورية وأمارس الدكتاتورية على مواطن مثلي جاري ابن عمي شقيقي ابن بلدتي ابن وليتي يعني كما قال الشعر العربي في أحد الأبيات من الشعر تعولة تنهى عن خلق وتاتية مثله وعار عليك إذا فعل تعظيم نعم سيد جميل ربما باختصار في الأخير الكلمة أخيرة ربما لقاعدتكم سواء الانتخابية وحتى وعاكم الانتخابي وربما لمناظليكم سعر سعر خيار حملتهم حملتهم إلى آخر لحظة ودعوهم أن يبقوا على أخلاقهم السامية وعلى سلوكهم الحضاري في إدارة الحملة الانتخابية إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد جمال بن عبد إسلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة ونتمنى لكم طبعا كل التوفيق شكرا لكم أخي الكريم وجزاكم الله خيرا على هذه الثانيحة التي تحتموها مرحبا بك في كل وقت إذن مشاهدين واصل هذا